إزاي بقى بسطت المعلومة دي أهم حاجة؟ بشار الخير اللي أنا كتبته القصة أنا شفتها بالفعل طفل صغير في مدينة بشار الخير طبعاً إحنا عارفين إن المدينة دي كانت عشوائيات إحنا بيتقال عليها في الأسكندرية المأوى كانت عبارة عن بعض الأخواخ الخشب والصفيع قبل ما تتعمل فيها المدينة دي فطفل من المدينة دي كانت أمنية حياته إنه يبقى فيه مدرسة وإنه يبقى فيه ملعب خضرة يقدر يمارس فيها اللي هو هي بتاعته بتاعت الكرة القضب وكان نفسه يبقى له حجرة فيها مكتب وحجرة فيها الخصوصية بتاعته يقدر يبقى مسرع فيها فطفل كان منبهر لما تبنت البنايات الشاهقة بالجمال وبالتنظيم واتبنى مدرسة واتبنى مكتب بريد واتبنى مستشفى واتبنى وكل الكلام ده فالطفل كان بيحكي للأطفال التجربة بتاعته أنا كنت موجود عايش في المكان ده والنهاردة أنا ليه بيت وليه ملعب وليه مدرسة وبقدر أمارس اللي هو هي بتاعتي وأنا أصبحت إنسان جديد وفرحان وبيبين الأطفال مع المحافظات التانية حجم الإنجاز اللي تم في مدينة بشاري الخير وهو إنجاز بالفعل بكل تأكيد طيب قبل ما نكمل محطاتنا هل فكرت تتواصل مع حد في وزارة تربية والتعليم عشان يخلوا دير رحلات مدرسية فعلا الأطفال الأطفال تنزل فعلا وتروح رحلة مدرسية تروح مشروع زي العاصمة الإدارية تروح مشروع زي رمال السودة في البرولوس عشان يتعرفوا عشان يرافوا إيه اللي موجود إيه مقاومات بلدهم وإيه المشروعات القومية اللي تمت خلال الفترة الماضية أنا يعني الفرصة سنيحة بالنسبة لي دلوقتي من خلال برنامج عظيم برنامج بيدخل في كل بيوت المصريين إن أنا بالفعل أنا بوجه دعوة وبوجه تمني يعني أنا بوجه تمني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له أن الإنجازات اللي تمت على مدار سبع سنين فعلا ما كانش ممكن تتم على مدار سبع عقود من الزمان لذلك لابد من توصيق تلك المشروعات للأطفال والنشقة يعني من خلال لجنة من خلال لجنة وطنية بتضم وزارات معنية زي وزارة التربية والتعليم وزي وزارة التضامن الاجتماع وزي وزارة الهجرة وزي وزارة الشباب والرياضة اللجنة دي عاد تكون مهمتها إنها تبرز هذه المشروعات بشكل بسيط زي اللي احنا عاملينه النهاردة ده إنها حفلة بالفعل ممكن حفلة إنها تطلع وتلم الأطفال دولة من محافظات يعني بالتنصيق مع الوزارات المعنية إنهم يطلعوا وينزلوا وينشوفوا وينشوفوا حجم المشروعات على أرض الواقع فأنا يعني أنا بتمنى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل إنه يتبنى فكرة لجنة وطنية لتوصيق المشروعات القومية للأطفال والنشئة وأنا عارف إن فخامة الرئيس بيدي أولوية وبيدي اهتمام كبير جدا بهذا الملف ملف الأطفال بأعتبرهم الزخيرة بتاعت الغد سواعد مصر للغد وكمان أنا يعني بادع من خلال هذا البرنامج أنا على تم الاستعداد بالتعاون مع كل الوزارات المعنية إنهم يقدروا يطبقوا الفكرة وإن الكتاب يكون متاح ويقدروا يعملوا برتكول تعاون مع مؤسس الأزر اللي أصدرت الكتاب يبقى فيه تعاون مصمر وأنا لو أملك يعني أنا بوجه دعوة يعني أنا بتمنى حتى دعم من الدولة إن الكتاب ده يكون مجانا هو بالمناسبة هو سعر الرمزي جدا بعيد عن التكلفة يعني يمكن نسبة التكلفة لأن ليه غرض يا فنم لا سعر رمزي لأنه غرض طيب أنت بستهدف فئات عمرية الفئات العمرية المستهدفة من هذا الكتاب من 6 سنين حتى 12 عام ده الفئات المستهدفة أنا عجبني قوي بقى إزاي أنت وظفت مدينة دميات للأساس إزاي يعني الولد طلح حكى في الحفلة عن المدينة بتاعته ومدينة العالمين ووظفتها زي زايع يعني عرفت الناس إيه اللي بيحصل في مدينة العالمين أو بتعبر عن إيه مدينة العالمين هم ابتدت فعلا حفلة الوطن السعيدة ابتدت تنزل ووصلت مدينة العالمين الجديدة ابتدى كان في انتظارهم مجموعة من المهندسين ومجموعة من العمال وهم رددين أغاني وطنية كمان في استقبال الأطفال ويوزع عليهم الأعلام بتاعة مصر وابتدى المهندس ياخدهم في بعد ما نزلوا من الحفلة ياخدهم في جولة داخل مدينة العالمين الجديدة ويقولهم ان دي كانت صحرة أرض صحرة مع لهاش أي إمكانيات في الدنيا اللي انتوا شايفينه ده النهاردة أرض كان فيها ألغام كمان طبعا أنا كاتب كمان موضوع الألغام ده ونكلف الدولة دي وكلف الموضوع دي لأن بالفعل الناس محتاجة يعني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد كان بيقول من خلال فترة وجيزة جدا أن مشكلتنا الأساسية تكمم في الوعي وإحنا النهاردة عشان نقول نقول ألف بقى وعي يبقى لازم نبتدي من الأطفال من نبتديش من شريحة أكبر أنا النهاردة عشان أبتدي أقول أخلق وعي جمعي وأن الناس بالفعل تعرف إمتى اللي اتعامل ده يمكن فيه ناس كتير مش حاسة بإمتى اللي اتعامل ده النهاردة لأنها بتفكر في إطار صغير جدا اللي هي شايفة لكن النهاردة لما نجد نتكلم على كم المشروعات اللي اتعاملت في مصر النهاردة حقيقي أعتقد تحتاج عقود من الزمان أننا نوصل للكلام وعشان كده احنا عندنا محطات كتير زي ما حضرتك ذاكر في الكتاب في صور كمان الكتاب فيه 90% من المشروعات القومية اللي تمت على مدار سبع سنين يعني ده بيعتبر أكبر مرجع متخصص في المشروعات القومية وبشكله مبسط جدا بشكله مبسط للغاية أننا من خلاله يعني إيه نقدر نوصل الأطفال من خلال طبعا الكتاب حتى حجمه مش كبير الكتاب حجمه 40 ورقة يعني يقدر وهو موجه يعني أنا قصد كمان أن الأب أو الأم كمان مع الطفل ومش الطفل بس اللي يقدر يطلب